زعيم الأمة اللي تولد سنة 1860 في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ اللي كانت تابعة لمحافظة الغربية أو مدرية الغربية في هذا التوقيت كان سعد أبوه أحد الفلاحين أو من وجهاء الفلاحين كان شيخ بلد أو عمدة أو ما شابه وكان هو الإبن البكري من الزوجة التانية لأبوه وزي ما كان في هذا الزمان بيندروا الإبن الأول يكون تعليم وتعليم ديني يحفظ القرآن ويروح الأزهر ويجي يبقى من الوجهاء نظرا لأنه رجال الدين في هذا الزمان وحفظت القرآن كانوا بيشار إليهم بالبنان كانوا حاجة يعني وجاهة وجاهة اجتماعية وكان ارتقاء الأسر اللي عندها حد من الولاد معها عالمية من الأزهر الشريف كان سعد هو الكبير لذلك ودوه على طول الكتاب قعد فيه الكتاب لمدة سبعة سنين في البلد وبعدين أخوه تولى رئاسة مدينة ديسوق وخده معاه لمدة ثلاث سنين في المسجد الإبراهيمي اللي هو سيري إبراهيم الدسوقي وكمل حفظ القرآن الكريم ثلاث سنين وخمسة في البلد ثمانية وكان عمره سبعة يعني خمستاشر وهو عنده خمستاشر سنة شد الحال على القاهرة القاهرة حيث الأزهر راح سعد زغلول ابن خمستاشر سنة راح الأزهر وبدأ يتلقى أول صدمات حياته وهو بيشوف طريقة التدريس اللي معتمدة على الحفظ والطلقين طريقة التدريس اللي معتمدة على الوسطى والمحسوبية طريقة التدريس اللي ما فيهاش إبهار عقلي ولا إدهاش عقلي ما فيش جديد كان بيشوفه حس سعد زغلول إنه هو اشترى الترمية زي ما بيقوله هو طالع من بلده إلى الدسوق ومن الدسوق إلى القاهرة ومن القاهرة إلى الأزهر وجاي يأخذ العالمية عشان يبقى إنسان كان عنده طموح كبير جدا إنه هو دماغه لا تعرف المستحيل كان دايما وهو طفل كان مختلف عن أقرانه كان دايما بيحاول يفكر خارج إطار التفكير التقليدي لما راح الأزهر قعد لقى نفس طريقة التدريس العقيمة التقليدية الكلاسيكية اللي ما فيهاش أي إبداع بس كان فيها نوع من التلقين والحفظ لكن في هذا التوقيت سعد زغلول تمرد وكان بداية تمرده على طرق التدريس بدأ يواجه واقع جديد لما قابل جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني كان في هذا التوقيت وصل إلى أزهر سنة 1971 وبدأ يلتقي ويتعرف على سعد زغلول سعد زغلول بدأ يوصله بإعجاب شديد واحد يفكر بشكل مختلف بيتكلم في الرياضيات، بيتكلم في الهندسة، بيتكلم في الكيميا، في الفيزياء في العلوم الطبيعية، بجوار العلوم الدينية وكمان تنقيح العلوم الدينية وكمان نقل التفكير مربع حفظ إلى مربع التفكير يعني العلوم الدينية بس مش للنقل وإنما للعقل كمان أفكر ده كان منهج جمال الدين الأفغاني التقى بجمال الدين الأفغاني وكمان بعد شوية التقى بأحد أهم الشخصيات التي أثرت في مصر في هذا الزمان وهو الإمام محمد عبدو زي ما قلنا محمد عبدو أثر في كل المحيطين به وهو خلق جيل مجدد بالفعل هو اللي صنع صورة من المجددين ويعتبر هو الأب الروحي للمجددين ربما في هذا الزمان كله